رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء اجتماع عمل خصه سموه لتحديد الرؤية المستقبلية للحكومة ووضع الأطر الأساسية لها في ضوء مخرجات ورش العمل والسياسات والمبادرات التي تمخضت عنها وبرنامج التوازن المالي وذلك بقعة الاجتماعات بمكتب سموه بقصر ليضابية صباح اليوم وخلال الاجتماع أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة هي استدامة الموارد والمحافظة على النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية البحرين وضمان استمرار حصول المواطن على أفضل وأجود الخدمات الحكومية في أجواء آمنة ومستقرة ووجه سموه بأن تكون الاستراتيجية المستقبلية قائمة على مبدأ أن أولويات الحكومة هي أولويات المواطن ونوها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى المراتب المتقدمة التي حققتها الحكومة وبوأت البحرين الريادة عربيا ودوليا وفق المؤشرات الدولية مؤكدا سموه أن التحدي الأكبر أمام الحكومة هو الحفاظ على ما تحقق على صعيد التنمية بمختلف أوجهها والبناء على الأسس القوية التي وضعتها لما يلبي احتياجات المواطنين واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال الاجتماع ما حققته الحكومة في برنامج عملها وما أنجزته على صعيد المحاور التي تضمنها البرنامج ومنها الشأن الاقتصادي والاجتماعي والتشريعي وقال سموه إن الوضع الاقتصادي دائما هو التحدي أمام الحكومات ومسؤوليتنا مضاعفة الجهد والإسراء بوتيرة العمل للتعامل مع هذا التحدي في ظل الظروف السائدة بإعلاء حس العمل والمسؤولية الجماعية والمشتركة مضيفا سموه أن هاجسنا الأول عند وضع ملامح الآية استراتيجية مستقبلية هو مصلحة المواطن والأجيال وضمان عيشهم في بيئة مستقرة ذات تنمية اقتصادية مرتفعة شكرا